السلام عليكم الإخوان والأخوات كديرين بخير هانين قلشين مزيان صحيحة بخير تحية لكم جميعا وتحية الأصدقاء والصادقات والناس اللي كيسولوا علينا وكيسقسوا علينا فمرحبا بكم وأهلا وسهلا وتحية لجميع الإخوان اليوم جيت بغن نهضر لكم في هذا الموضوع ليه موضوع مهم جدا وكيسر بالنسبة فاهمت شخص للمشاهده يستطيعون الهتماء جميعا بخير يستطيعون الهتماء جميعا بخير cioè بكل خلاصة يستطيعون الهتماء جميعا بخير ولا يزال يستطيعون الهتماء الناس رك تدير الخير كنت تعمل مزيان وكتعتها يرزقها لعباد الله الناس وما كتبينش أريد أن نوضحو هذا الموضوع هذا الناس اللي كتدير الخير في الناس رمكتبينوش ولا كتقول أنا كندير الخير ولا أنا هادي ولا أنا هادي لا مشي بحلالكوه كندير الخير نديره مع نفسي ومع الله نعرفه أنا فقط إلا بغيت ندير الخير نعرفه أنا فقط والله سبحانه وتعالى عز وجل علاش باش يقول أجل مقبولة عند الله سبحانه وتعالى وباش ما نكونش تجاوز الحدود ديال التكبر فت يعني رفتي التكبر لأن الإنسان يتعامل بالخير ولكن يكونوا على الشوية ديال الكيتمان فحامتك كيفاش؟ أريد أن نوضح هذه الرسالة هذه سوف ندير في واحد الإنسان ولا واحد الإنسان الخير خصني ما نبينوش الناس يعني عرفوه الناس كيفاش كيفاش كتتعامل مع ذك السيد وكيفاش إلى آخير المهم عند المرة من اللي تبغي تدير شي خال تبغي تدير شي خاجة كان بزاف مدقال كان بزاف ديال الحواج المهم هذا التنبيه أنا كنبهك لأن تقوم بإمكانك في هذا الفيديو كيفاش كنت تقول أنا كنبهي الخير وأنا كنت تعمل يعني كنت تحديك ورأك تعرفني لا تحديتي إلا تحديتيني أنا رأك عرفت عشانو كي هل نحط النقاط على الحروف وإلا كندك السيد بالفعل تقدير في الخير ومع أمرك آديتي ومع أمرك ضربتيه ومع أمرك درسي ديشي حاجة واجهني واجه لي وجه أنا من هذا المنبر كنت أقول لك واجهني أو واجهيني فهمتك دائما نخليه واحد القوس فهمتك نخليه ما بين التق وما بين مكينة لا تلويل ومربوطة فهمتك نهضر بكل خلاصة نعم شهر الغفران وشهر رمضان الإنسان يكون واقعي لا يكون كدب ولا يكون منافق يجب أن تكون تقول صراحة تقول صراحة تقول صراحة هذا الشيء يكون صراحة واجه واجهني أنا خلي عليك كل شيء واجهني أنا كنت أعرف عليك الشادة والفادة فنجي وإذا خرجت هنا وكما كنت أقوله عرينا على المسطور أن أريد أن أخبر ما هي وما لونها فإذا أنا كنبهك أن أستطيع أن أخبر واجهني أن أعدل الخير وفعلت وتركت الناس يتطلب الخير ونجد الناس أجهز الزباب لديها أموال طائلة ويجعلها وكامل ويعطيها ملفو وكتضرب وكتعض موما الأخوات غير هذا مساج أتمنى أن نسميه يعني قادر أن نسميه علش حيث هذا شيء هذا شيء كتر أو الذي يدار شيء أو الذي يتعامل مع شيء واحد يدار شيء يروحه هذا شخصيا هذا السيد الذي يدر معك أعود بالله من قولت أنا حالياً تعمل معي ناس تعمل جيد تعمل لما تقدر أن تديره فهمتك؟ الذي تشاهد الفلوس تحلو عينك كله كان الناس جيدين كان الناس اللي عمرها عندك صاحب لك حلاوة اللسان فهمتك؟ حلاوة اللسان لا نعرفه من المسبوع نصبه الاحتيال في الهدرة فهمتك؟ نصبه الاحتيال في الهدرة فهمتك؟ فهمتك؟ الله سبحانه وتعالى فهمتك؟ 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 ولكن من بعد فهمتك بداية الخطاة الصحة فهمتك بداية تذكر ذلك فهمتك بداية حاجة فهمتك بداية حاجة فهمتك بداية حاجة فهمتك؟ فهمتك؟ فهمتك بداية حاجة فلتزم الحدود فهمتك اخير قد تحية للمشاهدين ولمتتبعين الي المسعودين والمشاهدين والتحية لكم هذا غير كان من شخص من شخص من شخص سوف نوصل له هذا المساج لكي نقص 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 صوته ليطيب وشحره ولقمه يعني لأن الإنسان يعرف رأسه كيف يقول أولا أنت لم تقرأ أو لم تقرأ أنت ما فهمش أو ما فهمش فهمتي؟ أنت ما عارفش أو ما عارفش أنا أقول لك هذا المساج هذا فالله يمهل ولكن لا يهمل يمهل ولا يهمل إنسان لك يدير الشر أمر الله سبحانه وتعالى ديما تتعكس لي شي حاجة لا يقين وكونا لا يقين وكونا لا يريد الله كبير دكت لحوين واللسانات واللسال الرطب غير وياك من اللسال الرطب ركا عطب مهم تحيال لك من هذا المنبر وكما يوصل لك هذا المساج وآخر المساج وآخر حاجة غت سمع مني أنا وغت سمع مني أنا نقص شوية في إخراج أو نقص شوية في إخراج حيث راه راه كين البلان عامر شوية كين فرق المساج الضير هدرق محمد هدرق عامر وينما تريد أننا نفرقه في السوق سنبقر على السوق وذا عرف هذه القضية حينها الناس غير متواضع و زائقية ولا تريد أن تحرك وتريد وفي الهاتف يريد أن تتواجد سوف نجعل أن تعبرك و لكن أسر واحد الذي عارف أنت و قلته و كان الناس و كان السيد وناس وعندي الفيديو دياله مشجله كيهذر إلا إذا تخرج تقدرنا على وجه الله ما نقولوش لجي وجهه أخر ولا المهم أكفاهم أقدرنا على وجه الله سبحانه وتعالى ما بغيناش نجبدو ذاك الدوس المهم كان هذا يشارب سيطة من خوك عالم سعودي فلتازم أو التازمي الحدود ديالك وإلا رمغادي عجبك هل السلام عليكم ورحمة الله